محكمة العدل الأوروبية قاعدة اللجوء في النمسا غير قانونية تقرير يؤكد أن المهاجرين في النمسا هم ثاني أفقر السكان في أوروبا البرلمان النمساوي يعد المكافأة المناخ ويقرها حسب مكان الإقامة بوسكو النمسا قادرة على إنقاذ منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من الانهيار زيادة عدد عمليات زراعة الأعضاء في النمسا رغم التحديات الصحية مجهول يحرق سيارة للشرطة النمساوية بفينة الحي العاشر مصر عو 79 شخصا على متن قارب قبالة سواحل اليونان قادما من ليبيا مشاهدين الكرام نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعلنت المحكمة الأوروبية أن رفض طلب اللجوء المتتابع يجب أن يكون قانونيا حيث تعارض قانون اللجوء النمساوي مع القانون الأوروبي وبالتالي يجب أن يكون الرفض مبنيا على أساس قانون الهروب الأولي حيث قدم إيراني طلب اللجوء في 2015 وتم رفضه ثم قدم طلبا متتابعا بعد اعتناقه المسيحية وتركه للإسلام ورفضت السلطات النمساوية الطلب ومنحته الحماية الفرعية المحكمة النمساوية اعترفت بحقه في اللجوء وطلبت توجيه من المحكمة الأوروبية لتوضيح الاعتراف بعد طلبه المتتابع بيّن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المهاجرين في النمسا يصنفون كثاني أفقر مهاجرين في أوروبا ويبين أيضا أن فرنسا تتصدر المرتبة الأولى في معدلات الفقر ووفقا لذلك يعيش أكثر من ستس المهاجرين في النمسا والاتحاد الأوروبي في شقق مزدحمة ومعدل الفقر بين الأطفال في أسر المهاجرين يفوق الخمسين بالمئة أشار التقرير إلى تحسن محدود في اندماج المهاجرين في سوق العمل واستمرار التحديات في تأمين وظائف ذات مهارة متوسطة وعالية أقر البرلمان النمساوي أعادت هيكلة مكافأة المناخ بسبب التضخم المرتفع وعد لها استنادا إلى النظام الإقليمي في البلاد وسوف يتلقى الأفراد مبالغ تتراوح بين مائة وعشر ومائتين وعشرين يورو حسب مكان الإقامة اعتبارا من سبتمبر وكلما كانت وسائل النقل العام والبنية التحتية متطورة كلما انقفضت قيمة المكافأة حيث تم التقسيم استنادا إلى تصنيفات الإحصاءات النمساوية وتم مراعاة مناطق في فيينا بشكل منفصل حيث تتمتع بمبلغ إضافي قدره أربعين يورو ويمكن التحقق من قيمة المكافأة عبر موقع klimabonus.gv.at توقع مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تترشح النمسا لرئاسة المنظمة في العام المقبل وقال أن النمسا هي محل إجماع لأن هذا حل يساعد في تجاوز الأزمة التي تهدد استمرارية المنظمة ووفقا للمندوب تفكر النقبة في النمسا بجدية في قبول هذه المسئولية وتبحث عن توافق لترشحها حيث تعتبر فرص فينا لتولي الرئاسة أكبر نظرا لتجربتها السابقة وصابقا أعربت فنلندا عن مخاوفها من تفكك المنظمة بسبب المعارضة الروسية لتولي إستونيا الرئاسة زادت عمليات زراعة الأعضاء في النمسا العام الماضي فيما كانت زراعة الكلة هي الأكثر شيوعا وفقا لتقرير جزوند هايت استريح للتأمين الصحي حيث تم إجراء 688 عملية زراعة أعضاء بزيادة 4% عن العام الماضي وتم زراعة 337 كلة في البلاد وتم الزراعة من المتوفيين ب631 عضوا والمتبرعين الأحياء 57 عضوا وسجل التقرييس 357 حالة وفاة كمتبرعين وتم أيضا إجراء 657 عملية زراعة خلايا جزعية في 13 مركزا مختلفا في النمسا قام مجهول بشعال حريق في سيارة للشرطة النمساوية في الحي العاشر في فين وقع الحادث في منتصف ليلة الخميس حيث اشتعلت النيران في الجزء الخلفي الأيسر من السيارة المتوقفة أمام مركز الشرطة في شارع كيبلا جاسا وقد تمت السيطرة على الحريق بسرعة من قبل الإطفاء وقد اطلفت السيارة بالكامل وتم تكليف فرقة التحقيق في الحرائق للتحقيق في الحادث كحادث متعمد وتم إبلاغ مكتب فينا لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب بالواقع أعلن خفر السواحل اليوناني عن مصرع سبعة تسعة وسبعين شخصا على متن قارب مهاجرين قبالة سواحل شب جزيرة بيولونيز في جنوب غرب اليونان وتم إنقاذ العشرات خلال العملية التي قامت بها السلطات اليونانية في حين وقع الحادث في المياه الدولية على بعد سبعة واربعين ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيواني وشرقت زوارق شرطة المياه وفرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب في عملية الإنقاذ ويعتقد أن القارب أبحر من ليبيا متجها إلى إيطاليا كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جراد على هواتفكم أمسية سعيدة كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر